موسيقى تلوث للإنسان كشوري واحد وسند اثنين يعني هذولا مصنعين أمي اللي إحنا كفلسطينيين كاعدين بالناشد حكومتنا وسلطتنا اللي هي ترفع شكاوي لمحاكم العدل لمحاكم الجنائية لمحاكم الإنسانية بأنهم يكفوا هذا الموت عن هذا الشعب هذا اللي هو موت سرطاني هذا موت بطيء للإنسان لبيته لجوه لزتونه لكل ما هو على هذه الأرض نحن جينا اليوم رسالة نوصلها للحكومة إنه يا حكومة إذا ما بيكونش فيه إلتش موكب جاد وصارم اتجاه هذه المشاريع رايح إحنا الرد الشعبي رايح ويكون الرد على كل من بيحاول اللي هو يكتلع شجرة من أرضي رايح أنزرع محلها ورايح أكون دمي يبدي هذه الأرض طبعا مش رايح اللي هو يكون بساطة هذا الإنسان يدخل أرضي هذا الإنسان المستثمر المستملك وهو شراكي مع راس المال ومع الاستيطان نفس الشراكي هذولا اثنين اللي بيحاولوا إنهم يدمروا الأرض وبيحاولوا يكتلعوا الأرض وبيحاولوا يستلبوا الأرض استملاك الأرض كانون بريطاني أسنتوا بريطانيا من أجل وكبلها اللي هو تركيا من أجل استملاك الأرض ومن أجل وضع يدها على أراضي المزارعين والفلاحين والمساكين هسا الوزير يا بنت الحلال إحنا كلام هذا بس للصحفي ولا يمكن إنه يكون كلامهم اللي هو الوزير شو بقول الوزير بقول سنبحث وسنسمع وسنناكش وانتي بدك تناكش مين بدك تيجي تناكش الناس ولا اللي كاعد المستثمر اللي هو بسندك ويدعمك هو اللي بدك انت تسمع شو شلامه انت ذانك موجهة له مش إلي انتي لو إنك بالأساس اللي هو يعني موجود معنا ولصالحنا ما مرت مشاريع مثل هاي المشاريع ومعروفة هاي المشاريع دولياً وإنسانياً وبيئياً شو تكيمها وشو تصنيفها اللي هو وجودها بين الناس هاي مصانع قتل هاي مصانع موت هاي مصانع سرطان لا يمكن إنها تكون بين بيوت العالم بين بيوت الناس بين مدارسها بين منتزهاتها بين الأراضيها لا يمكن لو إنه إنه فعلاً هاي المستثمرين لو هذول المستثمرين عرفوا إنه فيه هناك مين يكفهم ما أجوا أتخذوا قرارات مثل هاي القرارات لكن إحنا بنكلهم طالما ما فيش حدا إلا يوقفكم من السلطة ولا من الوزارات ولا من القرارات اللي إنتوا قاعدين بتجيروا فيها بتحطموا فيها إحنا الناس رايحة ترد عليكم ورايحة تكيفلكم ورايحة تكون دماغها اللي هو موجودة في أرضها وتفدي أرضها بدون ما تستند لفلان ولا لعلان ولا لأي قانون إحنا الرد ومنا الرد على قانونك يا سند وعلى جرائمك يا سند رايحة تكون الرد من الشارع ورايحة تكون الرد من الأرض ورايحة تكون الرد من أولاء أبناء الأرض شكرا نعم أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد